بوستة عين الرمانة بمجرد ذكرها تتذكر حرباً عشتها أو أخبارك بها كل على حسب ما يريد فهل نسي مالك بوستة عين الرمانة سامي حمدان الحرب الأهلية كي يتذكرها؟ أنا ما بنسى الحرب أنا بظلني دايماً بتذكرها ودايماً بأسف على اللي حصل فيها لأنه نحن اللبنانيين طيبين هاي الحرب مش من عاداتنا فرضوها علينا ومشوها وهلا هن بعض اللحظين وعم يفرضوها علينا للحرب اللبنانية كانت منيحة بس ما أنا اهترت عندي إلى أكثر من 30-32 سنة خشبة هر البوية عنها هرد في صباح هذا الثلاثاء وقبل يوم واحد على ذكرى الحرب الأهلية صعد مع حمدان في سيارة الأجرة لبناني ترك لبنان منذ حرب عام 75 قال لي أنا تركت لبنان من بعد ما بلشت الحرب اللبنانية بس بعدني بتذكر كان فيه هون كان فيه هون كذا صار يدللني على أشياء اليوم غير موجودة يعني قال لي مثلا أنا كنت أعرف أنه هون كان فيه جسر البربير هلأ ما موجود جسر البربير قلت له والله لأجل الصدف انت طلعت مع شخص عنده أساس الحرب اللبنانية قال لي شو هي قلت له بوسطة عين الرمانة اليوم 12 نيسان عبكرة 13 نيسان عبكرة الزكرة 41 للحرب اللبنانية قال لي صحيح يا الله شو دعان هالبلد الأحزاب اللبنانية وجشهم لأنه ما فكروا بلبنان لين بدون يوصلوا فيه البوسطة كانت يعني شي هيك استعملوا لحتى وصلوا للي هنا بالدنيا البوسطة بالعكس ما حدا جرب من وزارة السقافة انه يجي يقول والله هايدي هي أساس الحرب اللبنانية بلنا نعمل عنها دراسات وبلنا نحطها بمرقز ثقافي معتبر ربما الدولة تتشاؤم ببوسطة عين الرمانة ولذلك لم تحتفظ بها لكن المفارقة أن صاحب البوسطة كغيره من اللبنانيين يتشاؤم أكثر بالدولة التي أوجدت البوسطة ليالبو موسى قناة الجديد